بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنوحده خلقنا لنعبده قال مولانا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لكن يختلف الناس في درجات عبادتهم لمولاهم سبحانه وتعالى فالذين يقيمون الليل ويقومون بالليل طاعة وقراءة قرآن ودعاء وذكرا واستغفارا وصلاة في وقت نام فيه الناس وقام هو بين يدي مولاه جل وعلا يسأله يدعوه يناجي مولاه جل وعلا في وقت الغفلة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي في أزمنة الغفلة في زمان الفتن بمعنى أنه حين ينام الناس وأنت تقوم بين يدي مولاك جل وعلا تعبده في زمان الغفلة كما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن شهر شعبان ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم حين ينتهي الناس مثلا من شهر رمضان ليستريحوا من تعب الصيام وغير ذلك لكن المؤمن الخاشع القانت يصوم كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله وإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقوم بالليل ومولانا جل وعلا قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وهو يربينا على هذه الطاعة ويربينا على هذه العبادة في هذا الوقت الذي يتنزل فيه مولانا تنزلا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ألا من داع فأستجيب له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا من مستغفر فأغفر له ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر ونبينا الذي غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول للسيدة عائشة أفلا أكون عبدا شكورا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يتحدث عن أناس تراهم ملتزمين في زمان الغفلة في أزمنة الفتن مولاهم سبحانه وتعالى هو مرادهم وهدفهم كل مرادهم التقرب من مولانا سبحانه وتعالى يأتي على الناس زمان الصابر فيه كالقابض على الجمر للعامل فيه أجر خمسين منكم فيقول الصحابة بل منهم يقول منكم قالوا يا رسول الله جاهدنا معك وجالدنا معك وصبرنا معك كأنهم يقولون أوذينا معك يا رسول الله وصابرنا فيقول النبي نعم لكنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا نبينا يتحدث عن هذه الأمة التي لم تر نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا زال النبي يتحدث عن هذه الأمة وهو يسأل الصحابة أتدرون من أعجب الناس إيمانا قالوا يا رسول الله الملائكة قال وأي عجب وقد خلقهم الله على الطاعة والعبادة بين قائم ومسبح وذاكر قالوا فالأنبياء قال وأي عجب ووحي الله يتنزل عليهم قالوا إذن نحن يا رسول الله قال وأي عجب ورسول الله بينكم قالوا يا رسول الله إذن فمن أعجب الناس إيمانا قال أناس يأتون من بعدكم آمنوا بي ولم يروني أسأل الله تعالى أن نحظى بشفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا ربنا بلغ سيدنا محمدا مننا السلام وشفعه فينا يوم الزحام وارزقنا زيارته ورؤيته عليه الصلاة والسلام واجعلنا يا ربنا ثابتين على طاعتك وعبادتك في جميع الأزمان وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة